سراث الذي وصلنا من بني أمية ونشاهده حتى في الصحاح أنه طفل كسائر الأطفال رسول الله ورجل يتكلم كسائر الجهال بل أضعف عقلا من سائر العقال وهو بحاجة دائمة إلى من يشرف عليه هذه كلها في الروايات ومنها ما جاءت في الصحاح ويدبر شؤونه ويأخذ بيده يرشده يحله مشاكله حتى لما يتل القرآن يدخل في القرآن ما ليس في القرآن كحديث الغرانيق يعني يدخل في القرآن ما يدل على الكفر والشرك يحتاج إلى من يطمئنه من يؤيده من يساعده يغضب فيكون غضبه منشأه العاجز وأخلاقيا إنسان ساقط منشأ أفعاله الاضطراب بل كان سبابا إذا همرضى رضاه كان سخفا وميوعة وحقيقة نحن نواجه كارثة في الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبيان صورة رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث مثلا رأى الرأي فنزلت آيات تصوب رأي عمر مثلا لا رأي النبي صلى الله عليه وآله وتفند رأيه فقعد يبكي وأنه كان له شيطان يعتريه يعني والله أنا أستبعد أن الشيخ يدافع عن النبي كما دافع عن بني أمية طبيعي لأن بني أمية في تأريخهم لم يوجد سواد رسول الله هو الذي قاتل عليا في صفين وقتل عشرات الآلاف من الصحابة هذا محمد هو الذي قتل عمر ما كان معاوية ما كان عمر العاص ما كان الحزب الأموي ما قتل طلح مروان في وقعة جمال ما حرض وحث أولئك حتى أم المؤمنين أخرجوها من بيتها لتقاتل عليا فكيف صار إذا واحد خلع يزيد الفسق والفجور أصبح لاقيا لله بلا حجة ومات ميتة جاهلية أين كان عبد الله بن عمر يوم خروج أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير إلى جمل أين كان يوم شخوص معاوية وجيوشه إلى صفين يعني أصول الله هو الذي قتل عمر بن حمق هو الذي قتل حجر بن عدي هو الذي قتل بالصحابة والتابعين هو الذي فعل ما فعل في الأنصار عزيزي لماذا تنكر الواقع إذا نفترض أنه صفحة بيضاء كانت في تاريخ بني أمية لا تعمي نفسك عن الصفحات السوداء لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا